بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في غزوة تبوك فصل في غزوة تبوك غزوة تبوك في السنة التاسعة من الحجرة في رجب وكانت من آخر الغزوات وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن الروم جمعوا جيوشا كثيرة في الشام وأنهم يريدون التوجه إلى المدينة أهل القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فهم صلى الله عليه وسلم وعزم على أن يباغتهم ويذهب إليهم وبهذا يظهر قوة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وأنه لا يهتم ولا يضيق به ذرعا الجيش وإن كثر وعظم فهو عليه الصلاة والسلام الشجاع أشجع الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام فلما علم الروم بتوجهه صلى الله عليه وسلم هربوا وتبرقوا وقالوا هذا أكيد أن عنده قوة وأنه ما جاءنا إلا وهو يرى أنه أقوى منا وهذا من سياتسه صلى الله عليه وسلم الحربية سياسة حربية مثبتة محنكة جيدة قوية عليه الصلاة والسلام وسيأتينا تفصيل هذه الغزوة ففيها براحين ساطعة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وأنه يسير بعمر الله تبارك وتعالى وتميز بها المؤمن من المنافق ظهر المنافقون في هذه الغزوة بفضوح وبيان كما سيأتينا وقد امتحن بها المسلمون امتحانا شديدا فكانت في وقت الحر الشديد وقت طيب السمار وقت الحاجة والجوع والمشقة فهو جيس عظيم ما يكون له قوام لولا أن الروم أكثر وأكثر نعم فصل في غزوة تبوك وكانت في شهر رجب سنة تسع قال ابن إسحاق وكانت في زمن عسرة من الناس زمن عسرة لأنه ما يوجد عند الناس نقود ولا دراهم وإنما يجاهدون بأبدانهم رضي الله عنهم وارضاهم وتبرع بعض الصحابة رضي الله عنهم بجل ما يملك وقد تبرع عثمان رضي الله عنه بمئة من العبل ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبرع فتبرع بمئة ثانية ثم حث عليه الصلاة والسلام على التبرع للجهاد في سبيل الله فتبرع بمئة ثالثة مع ما جاء به من الدراهم والدنانير عليه الرضوان من الله نعم وجدب من البلاد وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخصهم على ذلك الحال فالمقام في الثمار والظلال يعني أن الحر شديد الحر شديد وقت ينعي الثمار وسوتها واستوائها فالناس في حاجة إلى المقام في المدينة والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخصهم على تلك الحال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتوجه إلى غزوة وورى بغيرها حتى يفاجئ العدو مفاجئة ولا تتسر بالأخبار فكان إذا أراد أن يتوجه إلى جهة البحر وورى بأنه يتوجه إلى جهة نجد وإذا أراد أن يتوجه إلى جهة نجد وورى بأنه سيتوجه إلى جهة الحجاد لألا يعلم من يلتقط الأخبار من المدينة وصلها للأعداء فيأمن الأعداء في مكانهم بأنه سيتوجه إلى غيرهم إلا غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام فإنه بيّنها للناس حتى يستعدوا بما يستطيعونه من الجهاد والمال والطعام وغير ذلك لأن الناس بحاجة ماسة ولا يستطيع أحد منه أن يسير بدون مال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أحد بني سلمة يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله أوتأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجلين أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك ففيه نزلت الآية ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين هذا الجد بن قيس هذا من المنافقين من في قلبه النفاق قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا لك أليس لك ضغبة في قتال بني الأصفر في الروم ألا تستطيع أن تقاتل الروم قال يا رسول الله لقد علم قومي أنه ما في أحد أشد عجبا وحته ومحبة للنساء مني وإني خشيت أن إذا رأيت بنات الروم أن أعثوا بهن بالفساد فأعفني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفيتك وعذرتك لأنه منافق فأنزل الله به جل وعلا ومنهم من يقول أذن لي من المنافقين من يقول أذن لي ولا تفتني لا تختبرني لا تلقي علي الفتنة ألا في الفتنة سقطوا هو سقط في الفتنة والعياذ بالله امتناعه من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه الإذن منه قال أذنت لك يعني وسيغنين الله عنك وعن جهادك وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فأنزل الله فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر قال بعض المنافقين لبعض الوقت ما هو وقت هاد ولا وقت قتال حر شديد ومسافة بعيدة أتركوه وأجلسوا في مدينتكم فأنزل الله جل وعلا ومنهم يقول لقوم لا تنفروا في الحر قل نعار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فأنزل الله فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز وحظ أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها قلت أنه غني رضي الله عنه ونفسه سخية وبذل في سبيل الله أعطى مئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها وما تحتاج إليه فحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفقة في سبيل الله فقال يا رسول الله علي مئة ثانية ثم حذ صلى الله عليه وسلم على النفقة في سبيل الله فقال عثمان علي مئة ثالثة ثلاثمائة من الإبل بما جهازها وأدواتها يركب عليها المجاهدون في سبيل الله مع ما جاء به من ذهب كثير عجزت يده عن حمله رضي الله عنه فكان يتهلحل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقمر مسرورا بهذه النفقة في سبيل الله لأنها ستحمل كثيرا من المجاهدين في سبيل الله الذين لا مال عندهم وقال رضي عليه الصلاة والسلام لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني مهما فعل من المعاصي أو مما يسخط الله فالله جل وعلا سيرضى عنه لهذه النفقة العظيمة في سبيل الله قلت كانت ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا وذكر ابن سعد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام وأنه رقلا قد رزق وألف دينار ما ذكرت قلت وكانت قلت وكانت ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا وذكر ابن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسوله أولا من قبائل العرب المذعينين للروم لأن الروم في تخهومهم وعندهم حولهم من قبائل العرب المذعينة لهم المؤتمرة بأمرهم لخم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدمات من البلقاء في طرف الشام من جهات المدينة وذكر ابن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان رزق أصحابه يعني أعطاهم مال كثير ليقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وهم سانم بن عمير هؤلاء البس أكاكون رضي الله عنهم مخلصون لله ولرسوله ويحبون الجهاد في سبيل الله ولكن ليس عندهم رواحل يركبون عليها وليس معهم عدة ولا استعداد ولا يملكون شيء فقراء رضي الله عنهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نريد السفر معك لكن ليس عندنا شيء فقال عليه الصلاة والسلام ليس عندي ما أحملكم عليه وأنتم ما عندكم شيء فأنتم معذورون فذهبوا يبكون حيث لم يجدوا نفقه ولم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لحملهم وسموا البكاء فتولوا واعينهم ذهبوا عادوا إلى مكانهم واعينهم تبيضوا من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون وجاء البكاءون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون وهم سالم بن عمير وعلبه بن زيد وأبو ليلة المازني وعمر بن عنمة وسلامة بن صخر والعرباض بن سارية رضي الله عنهم وفي بعض الروايات وعبد الله بن مغفل ومعقل بن ياسار وبعضهم يقول البكاءون بنوا مقرن السبعة بنوا مقرن السبعة وهم مزينة وابن إسحاق يعد فيهم عمر بن الحمام ابن الجموح وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم فوافاه غضبانا فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو رئيس الجماعة اليمنيين الذين في المدينة والذي أتى به من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمشون بدبرته وأمره فأرسلهم أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الحملان يطلبون الحمل إلى الجهاد ليخرجوا معه فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أجد ما أحملكم عليه ولا نحملكم ما عندي شيء حلف لهم ثم جاء الله بالخير والإبل فأرسل إليهم إبلا تحملهم فقال بعضهم لبعض لعل الرسول صلى الله عليه وسلم نسي أنه حلف يمين ونحن أثمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن حملنا بعد ما حلف ألا يحملنا فقال أبو موسى رضي الله عنه أنا أكفيكم ذلك فذهب أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليمنيين طلبوا منك الحملان فاعتذرت وحلفت ألا تحملهم ثم حملتهم فخشوا أنك نسيت يمينك التي حلفت فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا حملتهم وإنما حملهم الله والذي جاء بالخير فحملتهم عليه وإني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يقول عليه الصلاة والسلام حتى لو حلفت ألا أحملكم ثم أردت حملكم فلا مانع ذلك شرعا وذلك أني أكفر عن اليمين التي حلفتها والأيمان وأيها الإخوة ثلاثة أنواع الأيمان ثلاثة أنواع نوع لغو اليمين لا حرج فيه الثاني اليمين المكفرة الثالثة اليمين الغموس ثلاثة أيمان واحد منها يعتبر لغو اليمين لا حرج فيه ولا إثم ولا كفارة كانت تقول تذهب إلى البيت فيقول لا والله ما أستطيع الآن على موعد كذا وكذا ثم تلح عليه ثم يذهب معك لأنه قال لك أول لا والله ما أستطيع ثم استطاع هذا لا حرج عليه في هذه اليمين لأن هذه تعتبر لغو اليمين ليس حلفا مؤكدا يقول المسلم لا والله وبلا والله هذا لغو اليمين ليس فيها كفارة ولا يلزم فيها الكفارة ولا يلزم فيها الإثم وليس فيها إثم والحمد لله هذه تعتبر لغو اليمين لقوله تعالى لا يواخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم الثانية اليمين التي تدخلها الكفارة كان يحلف على شيء مستقبل يقول لا والله ما أعطيك والله لا أضرب النزيد والله لا أدخل دار عمر والله لا أكلم أحدا منكم ونحو ذلك من الإيمان هذه تدخلها الكفارة وحلف يمين مؤكدة صحيحة لكن على شيء مستقبل فتيسر له خلاف ذلك أو رأى أن الأفضل غير هذا فدخل دار زيد وكفر عن يمينه أو كلم عمرا وكفر عن يمينه أو أعطى زيدا وكفر عن يمينه أو حلف ألا يدخل دار محمد فدخل دار محمد وكفر عن يمينه أو حلفت المرأة أن لا تدخل دار بنتها فدخل الدار بنتها وكفرت عن يمينه أو حلف الرجل أن لا يدخل دار ولده قضبان عليه ثم دخلها فعليه الكفارة ولا إثم في هذا والحمد لله وهي هذه اليمين التي حلفها النبي صلى الله عليه وسلم لليمانيين قال لهم والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه حلف يمين أن لا يحملهم لأنه لا يرى عنده ما يكفيهم للحمد ثم رزقه الله جل وعلا المال والإبل وجاءت فحملهم وأرسل إليهم بالحملان فتلاوموا لما جاءتهم الإبل من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا أثمتم النبي صلى الله عليه وسلم ألححتم عليه فحملكم وهو حلف أن لا يحملكم فكباهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال فقال ما أنا حملتهم إنما الله هو الذي حملهم ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بحكم شرعي يستمر إلى يوم القيامة فقال إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني ما تمنعني يميني عن إتيان الخير وما أرى أنه أحسن من اللجاج في اليمين هذه اليمين المكفرة التي تدخلها الكفارة وليست كفرا لا وإنما هي تدخلها الكفارة اليمين الثالثة اليمين الغموس الغموس التي تغمس صاحبها في الإذن أو تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله الذي يحلف على يمين يعرف أنه كاذب فيها وإنما يقتطع بها مال أمر مسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال أمر مسلم وهو كاذب لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك عود سواك حلب عليه أنه لي وليس له ويعلم أنه ليس له عليه دينار لزيد أو درهم لزيد فقال عطني حقي قال ابن حلال عطني حقي قال والله ما عندي لك شيء فذهب وإياه إلى القاضي فقال له القاضي للمدعي عليك البينة عندك حد يشهد قال لا والله ما عندي شيء حد يشهد أنا وثقت بهذا الرجل عطيته سلبته ولا عندي حد يشهد قال لك يمين فقال للآخر تحلف قال نعم أحلف فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتعظ ولم ينزجر فحلف والله ليس عندي لزيد شيء أبد لا درهم ولا ريال ولا شيء من هذا فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ماذا يعلم أن عنده لزيد لكنه حلف ليبرئ ذمته من هذا الحق لأنه يعرف أنه ليس لدى زيد شهود ولو كان عنده شهود لشاهدوا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على المدعى عليه بهذا الدين لكنه ليس لدى زيد شهود فحلف هذا يمينا يقتطع بها ما لهذا الرجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الله وهو عليه غضبان فمثل الأيمان التي عند المحاكم عند القضاة هذه هي اليمين الغموس إذا كانت كاذبة إذا كان يعرف أنه كاذب حقيقة الأمر لكن ليبرد متاه وأما اليمين الصادقة فلا تظير الرجل كان يكون الرجل ما عليه شيء ولا عنده شيء وليس عليه شيء لزيد فحلف والله ما عندي لزيد شيء أبدا ويجدم أنه صادق فهذه لا تظير صاحبها يقول عمر بن خطاب رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله إن في يد عصا ويشير إلى العصا رضي الله عنه يقول اليمين إذا كانت صادقة ما تظر صاحبها لكن التي تظره هي اليمين الكاذبة وإذا تورع وترك اليمين ولم يحلف لو أنه يعلم أنه ليس عنده لشيء زيد شيء لكنه مات ما حلف فأعطى الحق الذي عليه فهذا وقاية ليمينه خير له يقول عثمان رضي الله عنه لما توجهت إليه اليمين قال له القاضي واحد من الصحابة رضي الله عنه مختلف عثمان على شيء وادعاه على عثمان رضي الله عنه فقال له عندك بينه فقال لا ما عندي بينه قال تحلف يا عثمان قال لا ما أحلف قال ولما قال أخشى أن يصادف قضاء فيقال بيمين عثمان إلا كم يدعي عليه قال يدعي عليك وكذا قال هذه عطيه فأعطاها رضي الله عنه ولم يحلف افتداء اليمين افتداء اليمين حجا لكن لو كان عنده إذا كان عنده شك فافتدى يمين وذلك حسن أما إذا لم يكن عنده شيء لهذا فلا حرج عليها أن يحلف وتبرأ ذمته فقيل لعثمان رضي الله عنه لا أتحلف لما لا تحلف وأنت تعلم أنه ليس عندك له شيء قال لا أخشى أن يصادف قضاء وقدر شيء مقدر فياصيبني فيقال بيمين عثمان يتهمني الناس أني كاذب في يميني رضي الله عنه أرضاه فهذه الأيمان الثلاثة أيها الإخوة يمين لغو ما لا إثم ولا شيء لا يواخذكم الله من لغو في أيمانكم يمين مكفرة تدخلها الكفارة وهي اليمين على الشيء المستقبل يمين على شيء مضى ويعلم كذب نفسه هذه اليمين الغموس التي تغمث صاحبها في الإثم أو تغمث صاحبها في النار والعياذ بالله فلنحذر اليمين الغموس فلنحذر اليمين الغموس ولنأتي بالكفارة اليمين إذا كان لا ضرر فيها وأن ترك اليمين وانتهاءها خير لنا من الاستمرار في اليمين إذا قال والله لا أدخل دار زيد نقول أنت بالخيار إن شئت أن لا تدخل ولا تدخل هذا من حقك وإن شئت أن تدخل فوخير لك وكفر عن يمينك هذا الذي حلف النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مستقبل قابل لأن يدفعه وقابل أن يمنعه وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله أبا موسى أبا منصوب وره منصوب هو المرسل أصحابه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أبا موسى أصحابه ولا تقرأونه وأرسل أبو موسى لأن أبو موسى ليس هو المرسل وإنما هو المرسل وأرسل أبا موسى أصحابه قالوا أنت لك وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم فوافاه غضبانا فقال وموسى رضي الله عنه كان من مراء الصحابة رضي الله عنهم ومن علمائهم ومن مبتين فيهم ومن القرى رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين إلى الإسلام من أهل اليمن وأتا بهم مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج جماعة من اليمن يريدون المدينة ألقتهم السفينة والحبشة بعيد يريدون المدينة لكن ما طواعهم والهوى ما نسفنا كالوقت إلا على الهوى حسب ما يسيرهم الهوى والريح فألقتهم بالحبشة فوجد أبو موسى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه معه فقراء المسلمين جاول الحبشة ليأوه إليها وليظهروا دينه بالحبشة فتخاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى وجماعته وتوجهوا إلى المدينة توجهوا إلى مكة ومن مكة ذهبوا للمدينة وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم فوافاه غضبانا فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه ثم أتاه إبن فأرسل إليهم ثم قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأثيت الذي هو خير فيحسن بالمسلم إذا حلف على شيء مستقبل ورأى أن يرجع عن يمينه ما يتمنعه اليمين عن الرجوع يرجع ويكفر عن يمينه هذه اليمين المكفرة التي تدخلها الكفارة فصل وقام علبة ابن زيد فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قدر لواحد من البكائين رضي الله عنهم وارضاهم واحد من البكائين لما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحمله ما وجد عنده شيء فذهب يصلي من الليل ثم جاء قال ما قال رضي الله عنه وقام علبة فقام علبة ابن زيد فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض ثم أصبح مع الناس فقال نبي صلى الله عليه وسلم الله عنه ثم أصبح مع الناس رضي الله عنه هذا لما رده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عندي شيء أحملك عليه فرجع رضي الله عنه لا بيته وقام يصلي من الليل فقال اللهم إنك أمرت بالجهاد مع رسولك وإنك لم تجعل في يدي ما لنتقوى به وأجاهد به ولم تجعل عند رسولك ما يكفيني اللهم إني أتصدق على كل مسلم بما له إلي عليه من عرض ما نالني منه من عرض أو مال أو يعني الضربا لضربني مسلم بغير حق أو أنا تمسوا عرضي بشيء أو أخذوا من مالي شيء أو ضربوني بشيء فأنا أتصدق به على كل مسلم ما أطالب المسلمين بقيمة ذلك أتصدق بهذا على كل مسلم ثم ذهب بالصباح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم إليه أحد ثم قال أين المتصدق فلم يقم فقام إليه فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة الله أكبر جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم البشارة لهذا الرجل رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما صلى الفجر قال أين المتصدق هذه الليلة ما قام أحد ما حد تصدق فقال ثاني أين المتصدق هذه الليلة ما قام أحد إلا أن هذا الرجل قال يمكننا يمكنه يقصدني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا الواقع سنه أنا فأنا هذا الواقع قال أبشر أنت المقصود وأبشر بأن الله تقبل صدقتك في الزكاة المقبولة الله أكبر اللهم اطلع على كل شيء أبشر هو الذي نفس محمد بيده من هو الذي نفس محمد بيده والله جل وعلا لقد كتبت في الزكاة المتقبلة هذه صدقتك صدقت على من أصابك في عرض أو ظلمك في عرض أو مال أو بدن وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم قال ابن سعد وهم 82 رجلا وكان عبد الله بن أبي سلول قد عسكر ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين فكان يقال ليس عسكر بل أقل العسكرين واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقال ابن هشام سباع بن عرفضة والأول أثبت فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معذرون من الأعراب من المنافقين ها أولا قالوا يا رسول الله عذرنا فلم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أنه ليس لهم عذر فلم يعذرهم وتخلفوا وكانوا اثنان وثمانون وكان عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين والعياذ بالله وابنه عبد الله بن سلول هذا من المخلصين الموحدين رضي الله عنه الابن مخلص موحد سلفي طيب والأبو منافق قبير المنافقين والعياذ بالله وجاء الابن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد يقالوا إنك تريد قتل أبي فمرني أنا بقتله والله لا أحذرن لك رأسه الآن فقال أهواتحب ذلك قال والله لا أحب هذا يا رسول الله وقد علم الأنصار أنه ليس فيهم أحد أبر بأبيه مني بأبي يعني أنا بار بأبي لكن خشيت يا رسول الله أن تأمر أحد الصحابة رضي الله عنهم بقتل أبي فلا تقر نفسي أن أترك قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأكون قتلت مؤمنا بمنافق الذي هو أبي فمرني قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا له موفق بالتوفيق والسداد وقال له بل نستأني به لعل الله أن يهديه لعل الله أن يصح حاله فمات منافقا والعياذ بالله عبد الله بن أبي بن سلون وأما الإبن اسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلون رضي الله عن الإبن وكان عبد الله بن أبي بن سلون قد عسكر على ثنية الوداعي في حلفائه من اليهود والمنافقين فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقال ابن هشام سباع بن عرفطة والأول أثبت وقال وقال ابن هشام سباع بن عرفطة والأول أثبت فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر تخلف خمسة من المؤمنين الأخيار رضي الله عنهم هؤلاء الخمسة من الأنصار رضي الله عنهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر رضي الله عنهم وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين ألفا من الناس والخيل عشرة آلاف فرس وأقام بها عشرين ليلة يقتل الصلاة وهي رقل يومئذ بحمس أي بالشام لما سار الرسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين واليهود كانوا يتجهزوا بيخرجون مع الرسول عليه الصلاة والسلام فتخلف عبد الله بن أبي ومن معه من اليهود والمنافقين لأن المنافقين يوالون اليهود موالة موالاتا شديدة ومشفقة فتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف خمسة آخرون من المؤمنين الموحدين الصادقين في إيمانهم لكنهم تخلفوا لما تخلفوا سيأتينا بيان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم نعم فلما سار الرسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم كعم بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيعة وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين ألفا من الناس والخيل من كان أكبر جيش ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به للجهاد في سبيل الله لأن الروم عندهم مئات الآلاف مئات وهؤلاء ثلاثون ألف والخيل معهم عشرة آلاف فرس وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين ألفا من الناس والخيل عشرة آلاف عشرة آلاف فرس وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة وهي رقل يومئذ بحمص كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام لأنه مسافر ولا يدري متى يرجع أقام عشرين ليلة لا يدري متى يرجع في كل هذه الأيام والليالي فمن سافر لا يدري متى يرجع فله أن يقصر ومن أقام عشرين يوما أو أقل أو أكثر وهو يعلم أنه سيقيم كذا فلا يجوذ له القصر ولا الجمع لأنه يعلم أنه يقيم أكثر من أربعة أيام على ما قرره الفقهاء رحمهم الله قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله فأرجف به المنافقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ابقى أنت بالمدينة ليس أميرا على المدينة الأمير غيره الأمير محمد بن أسلم رضي الله عنه لكن علي باقي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وأهل علي يعني هو الخليفة الذي خلفه على أهلي يرعاشونهم ويفطلهم وهكذا فأرجف به المنافقون قالوا الرسول ما خلف علي إلا استثقالا له ما يريد منه أن يخاويه للجهاد في سبيل الله ما يبيه يبغضه المنافقون ما تركوا أحدا فيه خير إن لو تعرضوه قال ابن إسحاق ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال يا نبي الله على أربعة على ثلاثة أمياء من المدينة هذا الجرف مكان الجامعة الإسلامية أول ما فتحات بالجرف يعني قريم من المدينة جدا أربعة كيلو وخمسة كيلو عن المسجد النبوي كبرى أن يذهب عليه الصلاة والسلام لا تبوك ثم خرج حتى أتى رسول الله ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني فقال كذب ولكني خلفتك لما تركتك ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فرجع علي إلى المدينة طاب خاطر علي رضي الله عنه أقام بالمدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الغنو في علي قال أنت خليفتي مثل مهارون لما خلفه موسى لما ذهب إلى مناجاة ربه في الطور فعند ذلك السدرك قال عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا نبي بعدي أنت لست بنبي وإنما خليفتي فقط عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا نبي بعدي فرجع علي إلى المدينة هذا وسيأت الكلام على بقية الغزوة إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل أين تقع الروم في جزيرة العرب تقعون في الشام الروم في الشام والفرس عند مكان شرق حيات مبلاد أيران وما حولها أكبر الجيوش أكبر عداء الإسلام في ذلك الوقت الفرس والروم الروم هم يدينون بالإنجيل يدينون بالنصرانية والفرس مشركون يقول السائل رجل سب الدين فحلفت أن أشتكيه إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاعتذر فكفرت عن يميني فماذا تسمى هذه اليمين هذه اليمين سمى اليمين التي تدخلها الكفارة ماذا منه اعتذر وتاب إلى الله جل وعلا وتركت شكوى فأنت عليك كفارة اليمين يقول السائل هناك من يقرأ القرآن في الصلاة بقلبه دون أن يحرك شفتيه وجميع الأذكار فما حكمه لا يصح ذلك أيها الأخوة بل لابد أن يقرأ تخرج الحروف من شفتيه لابد أن يخرج الحروف وإن أسر بها فلا بأس لكن لابد أن يتكلم لا يقرأ بقلبه دون لسانه يقول السائل إذا كرر المسلم قول سبحان الله وبحمده مئتي مرة فهل يحصل له الأجر مرتين الله جل وعلا يثيب الذاكرين ولا يضيع لك شيء عند الله إذا ذكرت ذلك مرة مئة مرة قفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل زباد البحر إذا كررت الذكر أكثر من مرة فلك بكل مرة ذلك ما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم يقول السائل أنا طفت بالبيت سبعة أشواط ثم زدت سبعة أشواط أخرى قبل أن أصلي ركعتين الطوار وبعد أن أتممت السبعة الأخرى صليت ركعتين فقط فهل أصبت أم يلزمني ركعتين لكل سبعة أشواط لا بأس عليك ولو صليت ركعتين السبعة الأولى وصليت ركعتين أخرين السبعة الثانية لكان أحسن لك لأنه يستحب أن تصلي لكل طواب ركعتين يقول السائل هل يجوز أن يبحث المسلم عن أزواج لبناته مع الدعاء لهم نعم يا أخي هذا أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنهما عمر الخطاب رضي الله عنه لما أتأيمت حفصة بنت عمر فقدت زوجها رضي الله عنها بحث النبي بعث عمر رضي الله عنه لبنته زوجا صالحا فذكر آل عثمان قال إن رغبت أن أزوجك حفصة فسكت عثمان وقال بدأ لي أن لا تزوج ثم ذكر آل أبي بكر فقال إن رغبت أزوجك بنت حفصة فسكت أبو بكر رضي الله عنه ولم يجب عمر بشيء فوجد في نفسه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكيهما فقال يا رسول الله أردت بنتي حفصة على عثمان فسكت ثم إنه قال لي بدأ لي أن لا تزوج ثم ذكرتها لعثل عبي بكر فسكت ولم يجبني بشيء ولم لم يجبني فقال النبي صلى الله عليه وسلم طمعنا عثمان طمعنا عمر بأنه سيتزوج عثمان من هي خير من حفصة ويتزوج حفصة من هو خير لك من عثمان وهو نفسه عليه الصلاة والسلام فجاء الرجلان يعتذران من عمر رضي الله عنه فقال عمر فقال عبو بكر لعلك وجدت في نفسك علي لما لم أجبك قال نعم ولم لا أجد في نفسي عليك شيء أعرض عليك ابنتي وتسكت لما فقال ما سكت إلا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويريدها فما يسوغ لي أن أقول لك انتظر سيخطبها النبي هذا إفشار سر النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها وكذلك عثمان رضي الله عنه لأنهم استحيوا أن يقولوا له لا تستعجل على حفصة سيخطبها النبي صلى الله عليه وسلم منك فيكون في هذا إفشاء لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسوغ لواحد منه أن يقبلها وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين وهذا سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه لحسادات التابعين يخطب ابنته ولي عهد المؤمنين فيرفضه ثم يزوجها لطالب علم فقير رغبة في عرضها على هذا الطالب فقبلها فزوجها إياه ليحفظ دينها ومرؤتها ودينها خير لها من ولي العهد الذي قد يضيع بيته هكذا كان خيار الناس يخطبون لبناتهم ولا ضرر في هذا هذا وعرض الله جل وعلا أن يمنا علي وعليكم بالعلم الناف والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهدات المهتدين إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين